النهاردة هنتكلم عن سؤال مهم جداً وكل المهتمين بسوء العقارات أكيد فكروا فيه هل المشكلة الحقيقة في السوء العقاري هي ارتفاع الأسعار؟ ولا إن ما فيش عدد كافي من الناس المؤهلة للحصول على القروض؟ الموضوع ده بقى بيتكرر كتير وناس كتير مش عارفة إيه السبب الأساسي في حالة الركود اللي السوء بيعيشها في الفترة دي طيب خلينا نبدأ مع ارتفاع الأسعار لو بصيني على الموضوعنا الكبيرة زي تورونتو أو الجي تي اي في كندا هنلاقي إن الأسعار أسعار العقارات هناك ولا عدد؟ الناس بتواجه صعوبة إنها تلاقي بيت بسعر مناسب وده بقى بيحصل مش بس في المونول الكبيرة لكن كمان في مدن أصغر طب إيه السبب؟ السبب بالبساطة هو إن الطلب عالي جداً والعرض مش كافي يعني عدد الناس اللي بتدور على بيوت أكبر بكتير من عدد البيوت اللي معروضة للبيع وده بيسبب تضخم في الأسعار وخلينا نكون صراحين كلما العرض بيقل والأسعار بتزيد فالمشتري العادي بيعني أكتر طيب هل ده معناه إن المشكلة كلها في الأسعار العالية؟ لا مش دايماً في جزء كبير من المشكلة كمان هو عدم وجود مشتري مؤهلين للحصول على القروض العقارية طب يعني إيه الكلام ده؟ البنوك بقت حاضرة جداً في إقراض الفلوس للناس خصوصاً بعد الأزمات الاقتصادية واللي حصلت في الفترة الأخيرة البنوك دلوقتي بقت تطلب شروط أصعب زي مثلاً إن يكون عندك دخل ثابت وعالي وتحليلات للقدرة على السداد كل ده بيصعب على كتير من الناس إنها تاخد قرد عشان تشتري بيت حتى لو البيت ده كان مناسب لهم من حيث السعر يعني الموضوع في جزئين جزء منه هو ارتفاع الأسعار وجزء منه هو الشروط الصعبة للحصول على القروض الناس اللي ممكن تقدر تدفع مش دايماً بيكون عندها القدرة على التأهل للقروض وده بيخلي السوق محبوس في مكانه مفيش حركة زي زمان طب نيجي ده للسؤال المهم إيه اللي ممكن يتعامل أولاً الحكومة والبنوك لو الفايدة البنكية تنزل شوية أو شروط القروض تبقى أسهل ممكن الناس تقدر تخصل على التمويل اللي محتاجينه عشان يشتروا تاني حاجة العرض والطلب لو العرض في السوق زاد يعني فيه أكتر بيوت معروضة للبيع العسعار هتبتدي تستقر أو حتى تنزل المشكلة بقى أن الأراضي المتاحة للبناء في المدن الكبيرة قليلة وده بيزود المشكلة في النهاية الموضوع مش بس مشكلة واحدة هو خليط بين ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على القروض السوق مش هيقدر يتحرك بشكل طبيعي غير لما يبقى فيه توازن بين الطلب والعرض وكمان لما الناس تبقى مؤهلة بشكل أفضل للحصول على القروض نصحتي ليكم لو أنتو بتفكروا تشتروا أو حتى تتبيعوا تابعوا السوق كويس وشوفوا إيه اللي بيحصل في منطقتكم وكمان بتأكدوا من سروط القروض قبل ما تدخلوا في أي خطوة لو عندكم أي استفسارات أو حابين تعرفوا أكتر عن الموضوع ده كلموني أو بعتولي إيميل وانا هرند على استفساراتكم ترجمة نانسي قنقر